في مسعى لجمع تبرعات لاستمرار برنامج إنشي بروغرام أقامت مؤسسة إنشي بروغرام حفلاً موسيقياً ولأول مرة وقد لاقت دفاعلاً كبيراً من المواطنين في مدينة وينيبيغ حيث حضروا ليظهروا دعمهم للبرنامج موسيقى 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 وضعنا العديد في أغنية العامة، و لكننا المنزل قد 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 موصد. لذلك المنزل التي نقوم بت باستخدام هذا الثالث سيبقى أن نجد المنظمة ونتمت نظام أيضًا على الأخرى. وفي أي أنظمة المنظمة نفسه، فهنا نعمل حدة 15 عامة لقمد هذا المنظمة. نريد أن نحن نعملها، نريد أن نحن 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 من قرم حلاؤتها مستوى ، و يمكنني أن تتحرك أشغر وأخرج اجعلنا. نعم ، هذا هو الأولى حدثنا كنا نحن نعملون للحديد ، لذلك نحن نعمل بشكل جيد ، أظن أن الجهاز قد علمتنا بكل شبك ، أثناء ومعزين بالنسبة إلى الأدوة و عاما من كل الدولة من الأشياء من حيث رحيتنا و الآن ،لمين المستوى ، مجدداً حالياً ولمؤمنينين ، المعزين المنطقة ، المغيير آخرين مجردون ، بالنسبة إلى الأدوة. سألها قاعدة مرة أخرى. إنها نهاية أولاً لكي نظرنا مثل هذا لكي نظرنا كذلك نحن لدينا الكثير من الناس و أنه قد تأتي بالنسبة للنسبة تتحدث مع جميعنا وكنت تعالى إذا أحدهم أدخل ونحن لا يمكنني إذا أحدهم أحدهم سيكون لتعلم ومعنا من المتطلب الضيوف الحفل استمتعوا باللوحات المختلفة التي تم تقديمها من العزف والغناء والعروض الفلكلورية الأخرى من بلدان مختلفة كانت معكم رشاق صاد من راديو الوطن